اشتركوا في القناة شرح اللي هي دوسية أسئلة الوزارة من الوحدة الثانية التي تضمنت أسئلة اليوستو وأسئلات الماضي التام المستمر ننفرجيك أن أسئلة الوزارة أسئلة عادية أسئلة طبيعية ما بتخوف طول ما أنت كنت عارف شو قاعد تشتغل مهدي أعصابك بإذن الله عز وجل النجاح وحليفك دعواتكم إلا بالخير هذا العمل هو صدق جاري لجميع طلاب المملكة سواء الطلابي على البطاقة في المركز في المدرسة أو حتى من غير طلابي يارب نكون بنفيدكم يارب نكون معكم حتى تبدعوا وتتعلقوا وتكونوا إن شاء الله من المتألقين والمتألقات طيب طلابي طالباتي بسم الله وعلى بركة الله ننطلق نبلش بأول جملة جاءت في الـ 2016 شتوي في أول عام من الكتاب Most Jordanians فراغ the hot weather أستاذ محمد أنا بين أقواس يوستو فهي على قاعدات اليوستو قد تكون وجه أول يوستو وقد تكون بيوستو بطول شو في عندي بعد الفراغ the hot weather. the hot weather is high. اسم ممتاز. قالوا أستاذ محمد لما يجي بعد الفراغ اسم بتكون يوستو ولا بيوستو؟ بيوستو رائعين. Most Jordanians مفرد ولا جميع؟ جميع. شو يعني بيوستو؟ يا إز يا أم يا أر Jordanians جميع. شو بتاخد أر؟ يوستو. الله يعطيك العافية وكان الله بالسر عليم. كل سنة وانت سالم. سعيتها بهدوء بمشي بشغل دماغي ومخي وإن شاء الله كل الأمور إشما لها بتكون لطيفة وجميلة بإذن الله. by the time we arrived they had. الله الله اللي بقول لك أسألت الوزارة صعبة. بالله تطلع. شو في قبل الفراغ? هاد. هالأيام كان فيه تصحيح فعل. وشو حطت لك بين الأقواس? B. هاي أول دورة في الكتاب أو دورة 2006 الصيف. الدورة الثانية هي أيام لاثنبات. حطت لك الهاد جاهزة. طب الهاد عايش بتدول على الماضي التام أو الماضي التام المستمر. شو حطت لنا بين? البي وان بتوديك يا مضارع تام مستمر يا ماضي التام مستمر. يعني بس علي أكتب. بين? وطوك شو بتصير? تحكي عن جد أستاذ محمد. آه والله يا حبايبي. مفتاح الحد في الجملة فوران أور والجملة شقين وأحد الشقين ماضي فهي ماضي تام مستمر. طب ليش ما عملتش كل هاد? لأنه الهاد جاهزة باش عابدك تحط بين توكين. هاي اللي بقول لك أسئلتي الوزارة أسئلتي الوزارة هاي 2016 صيفي. تمام? زي فراغ جو. جو فيرب قديش يا جماعة وفي عندي بين الأقواس يوز تو. يوز تو ولا بيوز تو. آه إذا فيرب وان أستاذ محمد يوز تو. ممتاز. سيتباجي بكتب له يوز تو. يعطيك العافية خلصة. كان في طالب بيقول لك أستاذ في بعد الفراغ آي انجي. الله يعطيك العافية. شو بدي بالآي انجي. أنا أنا بعد الفراغ مباشرة. ذك ركز على التفاصيل. حلو أنك تكون فهم شو قاعد تشتغل شو قاعد بتحل. حلو الطالب يقرأ الجملة بهدوء بهدوء. تفاصيل نحكي. تفاصيل. سؤال رقم أربعة علي هاد. إيش في يا حبيبي قبل الفراغ هاد. الله الله يا أستاذ محمد. شو حط اللي بين الأقواس بي وفير بونين. شو ناقص عليها حط. بين آي انجي. شو بتصير ثنكين. يعطيك العافية. عن جد استطاع والله. معقول هيك كان يجي في الامتحان. هاي الفين وثمانطاع الشدوي. هذا الدورة اللي صدقة الضع دائرة. يعني هي آخر دورة كان فيها تصحيح فعل. من الفين وثمانطاع الصيفي. جر لحد الوقت الحالي كلها أسئلة ضع دائرة. وين آي واز يانجر. آي فراغ ان فوتو ماي سكول. استاذ محمد في بهاي الجملة يوستو مع فعل. تتذكروا أيام ما أخذنا بالمراجعة. أيام ما أخذنا بشرح القاعدة. إذا إيجا يوستو مع فعل يمنع النظر لبعد الفراغة. إيش رح نعتمد على زمن؟ الجملة. إذا الجملة مضارع فهي بيوستو. إذا الجملة ماضي شو بداية تكون يوستو. شو في عنا في بداية الجملة. عندما كنت صغيرا فهي يوستو مع فعل مجرد. من الإجابة الصحيحة يوستو جو. طبعا ار يوستو جوينغ غلط. ليش انو لاي ما بتوخد ار. يوستو جو غلط. هاي بتيجي مع عندي دينت. وام يوستو جوينغ غلط لانو هي عالبي يوستو. سعيتها هذا الحلو بالضع دائرة. عملية استثناء الخيارات. إذا استثنت صاح الأمور لطيفة وجميلة إن شاء الله. راشد فراغي سويمينغ افري مورننغ. طبعا هاي الجملة موجودة في دوسيتنا وحتى حكينا علىها. أستاذ محمد في عنا يوستو مع فعل. قال لي أستاذ محمد لما يجي يوستو فعل محرم في اللغة. مش بالشارع باللغة. إنك تطلع بعد الفراغ. ممنوع تقول لي هون في عنا آي ان جي. ممنوع منعبات. ولا عايش راح نعتمد على زمن الجملة. ونقرأ الجملة من أولها لآخرها. راشد فراغي سويمينغ افري مورننغ في كل صباح. في طالب راح وكل هون مضارع. صح كمل. ما انتهت الجملة. but now he doesn't. شاني بث? لكن. now. الآن في هذا الوقت. he doesn't بطل. شاني he doesn't بطل يعمل هذا الحدث. إذا بطل يعمل وصار مضارع ولا ماضي? ماضي. شو صار ماضي? يعني يوستو ولا بي يوستو? يوستو. الاجابة يوستو جو. هايها. علما إنه الاستثناء الخيارات مستحيل يختار إلا يوستو جو حتى لو كان أهبل. بس الأهبل بالتركيز بيعرف شو اللي بديه إياه. يعني حتى لو ضحك عليه في الوزارة بيقدر يصحصح ويجي بالإجابة صح. راشد مفرد. طبعا هون منسية. لا مكتوبة هاي سوري. راشد. أستاذ محمد. في عنا. are you used to go going غلط لأنه راشد مفرد. طيب. used to go غلط لأن هاي بتهديد انت. وام يوستو جوينغ مستحيلة لأنه يا أستاذ آم لمين للآيو. هذا الزلم المفرد. سأجد ثلاث خيارات خطأ ما في عندي لا used to go. يعني حتى لو ما عرفتش السبب المفروض كنت تجاوب used to go. هذا اللي أنا بدور عليه أنك تحله بطريقة هادئة ولطيفة وجميلة زي إبداعكم إن شاء الله. my uncle working at the company for five years. مفتاح الحل في الجملة for five years. ممتاز. يعني هاي يا مضارعة تم. يا مضارعة تم مستمر. يا ماضي تم مستمر. بس من أنه في عندي بعدي الفراغ ing فهي يا مضارعة تم مستمر يا ماضي تم مستمر. كمل. when he got a promotion. أستاذ محمد في عنا كمان بالشق الثاني كلمة رابط when. وإجا في عندي جملة ثانية got. got verb. قديش يا جماعة. سمعوني. get got vertu. يعني هاي جملة أحد الشقين إش ما له ماضي. فهي أكيد ماضي تم مستمر. is working. غلط. هاي مضارعة مستمر. have been مستحيل. لأنه ما يأنكل عم واحد باخدش. have. have been working. or will be. ليش غلط لأنها للمستقبل. سعيدها والله الطالب اللي دارف. وعارف تفاصيل المادة والله العظيم بيعرف لكل خيار شو هو اللي بنحكي فيه. ما تقول لي أسئلة الوزارة صعبة. ما تقوليش أسئلة الوزارة الجامدة. أسئلة الوزارة أسئلة لطيفة. وسفاحة بس عرف شو قاعدة بتشتغل. فقط لا غير. بدش أكثر من هيك. لما تكون دارس بحق ربنا بإذن الله عز وجل ربنا. ما بضيه. لا تعبك ولا تعبنا. وأنا دايما بحكي. إيدي محمد مشعل لحالها. ما بتزقف. إيدي بتزقف هنا. إيش إليه. أما إيش بخصك على الفاضي. لازم يكون مجهودنا مشترك. ما بقول إيش أنا نادي بنجاحاتك صلحناك سبعين ألف سؤال وزارة. شو بهمنا صلح لك سبعين ألف سؤال وزارة وانت بتحلش. وانت نص اللي بتحله غلط. الهدف إنه نعرف كيف نشتغل وكيف نحل وكيف نطلع بنتيجة كويسة إن شاء الله. ايه. question number eight. استاذ محمد. how used to? والدليل على ذلك في بالخيارات. used to مع فعل. إذا في used to مع فعل محرم. النظر لبعض الفراغ. عايش رح نعتمد على زمن الجملة. مش تيجي تقولي في the with the اسم. ممنوع. علي فراغ the duck in the park with his father when he was young. هيطلع. young كم مرة صارت مرة معتك؟ مرتين عندما كان صغيرا. المضارع ولا ماضي ماضي. بما انه ماضي. used to ولا be used to? used to. is used to feeding غلط? used to feed صحيحة. am used to feeding غلط. وار used to feeding غلط. طبعا ام وار على الاسبال. لانه علي ما باخد لا ام ولا ار. صفة خيارية الاولية الثاني. يعني الطالب حتى التعبان بيقدر يستثني ويطلع نتائج حلوة ولطيفة. سؤال رقم تسعة. فاطمة here work for two hours. ممتاز. يعني هاي مضارع تم مستمر او ماضي تم مستمر حسب الخيارات. before she left the house. استاذ محمد left verb قديش يا جماعة تو. الجملة شقين احدهما ماضي. يعني هاي ماضي تم مستمر. I'm doing غلط. فاطمة بيشي اش اصمحها I'm doing. is doing غلط. هاي مش مضارع مستمر. had been doing هي الصحيحة. وهاف مستحيلة لانه فاطمة مفرد. يا تقول ليش هذا السؤال محمد مشعل كتبه. هذا سؤال وزاري. هذا سؤال وزاري. اللي بيقول لك فيش مفتيح يحكي له انت كذاب بتضحك علي. اللي بيقول لك اسئلة الوزارة معقد يقول له كذاب تضحك علي. ولك شو hair work عملها? for two hours لمدة ساعلية تين قبل ما تترك المنزل. ولك حتى الكلمات المحضوطة في الامتحان كلمات طبيعية جدا. ما ترد اي حدا بيخليك يلعتب بنفسيتك. الموضوع كثير بسيط. بس اذا بدك تكون قدي التحدي. قدي الاشي اللي قدامك. قد كبر المواد اللي امامك. تحط مجهودك. عشان تقدر تجمع كل هاي الاشياء. في عقلك اللي ربنا واهبك اياه. وعطاك كميات كبيرة انك تقدر تخزنها اكثر من كلكمبيوترات الارض. وبعد ذلك ان شاء الله تروح وتتمكن وتجيب الاشي اللي بيدك اياه. بالنهاية فيش ايش بيجي بالساهل ولا فيه ايش بيجي على البارد المستريح. اللي بده يغير واقعه. اللي بده ياخذ المنحة اللي بده اياها اللي بده ياخذ المكرم اللي ابوه ربنا كرموا اياه وبعد ما ابوه تعب سنين. واللي بدور على انه يريح اهله وبدوش يدفعهم اقصاد جامعي عالية من بارة في وضيحهم. بده يتعب. بده يحل. بده ينتحر الدراسة عشان يجيب المعدل اللي بستحقوا. سؤال عشرة. سؤال كتاب مكرر. ايجى في الوزارة اكثر من مرة. سوري. تمام ايوه. دقيقة. ايجى قال لي السادة محمد. في عنا دد صح? يعني هاي بالسؤال في دد جاهزة. وهي question. وردد اصلا بيجي يوز تو. يوز تو غلط. لان وردد ما بيجي يوز. شو بيجي يوز. ويز يوز تو غلط هاي هبل. اصلا ما في اش اسم بي يوز تو مع فعل مجرد. ولا از يوز تو غلط. من الاجابة الصحيحة يوز تو غو. يوز تو غو. تمام. my friend has left in egypt for a year. she says she's living there now. طبعا عندي بالخيارات فقط يوز تو. هل في مع اليوز تو؟ فعل لا. سأيتها مسموح لك تطلع بعد الفراغ. شو في بعد الفراغ? ing. يوز تو لبي يوز تو بي يوز تو. الشي مفرد شبت اخذ از. از يوز تو هي الصحيحة. يوز تو غلط. didn't يوز تو غلط. وامنات يوز تو مستحيل لانه شي مفرد. سأيتها متى يسمح لك النظر بعد الفراغ اذا كان ما اعطيني فقط في الخيارات يوز تو. اما اذا كان في فعل بيصير بهاي الحال بدي اعتمد زمان الجملة. my father to drink coffee but now he does. استاذ محمد ما اعطينا تو. جاهزة. we drink. drink verb قديش يا جماعة. ون. تمام. تعال نشوف مع بعض. hasn't used. غلط. هل احنا صعنا في اشي بالانجليزي. hasn't used to. مستحيلة. طيب. didn't use to drink. اه. اجا وراها used to drink. هيها. و wasn't used to. معناش. و doesn't use to. ما فيش اش اسمه doesn't. احنا في عنا بالماضي didn't use to. هاي. ان هون معطيك توفية المجرد بس عليك تختار didn't use to. يعني ايش اعمل لك اكتر من هيك اتوقع ما فيه. تمام. طبعا هاي الجملة جملة ماضي تام مستمر. الاجابة had been cooking. بس منسية بالطباعة. فذلك يعني بلا من جملة ناسينها بالطباعة تمام. تقول لي وين ها بدا شوف لك يا بس قلتي الوزارة اللي قبل بنزللكم اياها من ضمن ملحق اللي هو في بعض الاخطاء البسيطة ممكن لهسه صار واصلني دائرتين فيه برموزهم غلط بنعدلهم وبنحط هاي الجملة اللي هي وردت بهاي الصفحة. ابشر ان شاء الله. where did maha? استاذ محمد عندنا ال dead جاهز. اطلع بالله عليك. استحلفك بالله. استحلفك بالله. استحلفك بالله. اللي حال سؤال عشرة من دوسية الوزارة ب2019 صيفي. السؤال اجابي 2021 تكميلي نفسه. بس بدل ما يحكي where did maha كان هون كاتب where did day. بالله عليك. بالله عليك. سئلة الوزارة مهمة ولا مش مهمة. طبعا مهمة انك تحلها. واحنا ما عطيناك اياها من بداية الفصل عشان تحله وتتقلق وتبدأ. where did maha? used to go غلط. used going غلط. used to go هايها. و used to going غلط. سيثن دي used to مع فعل مجرد. مباشرة. نفس الفعل حتى. my sister was very busy yesterday as she for a special occasion. استاذ محمد نبين هاي الجملة انها شقين. وفيها انها was verb to. طيب تعالي نشوف الخيارات. انا مش مبين معي اي زمن. مش مشكلة عالية. هس هاد بين preparing هاد بين ing هاي ماضي تا مستمر. الجملة شقين واحدهما ماضي. بحطها عجنب ممكن تكون هي. خلينا ادرس باقي الخيارات. prepares غلط هاي verb on zadas مضارع بسيط. has been prepared غلط. هاي صيغة مبني للمجهول ولا مبني للمجهول اصلا. والنقطة الثانية هل هاي الجملة فيها شق مضارع عشان استعمل هاز؟ لا. is preparing غلط هاي مضارع مستمر. سعيتها هيك بس تثني. اه يعني ممكن بكرة اروح اجيب لك جملة. بدون مفتاح حل. بس اكون انا معطيك ثلاث خيارات مستحيل لهم يزبطوا. وتكون الرابعة واضحا لهم. هذا اللي بدي اوصل لك اياه. عادي الموضوع جدا بسيط. الموضوع جدا سهل. my family and i. فراغ go. استاذ محمد انا فقط used to. بما انه فقط انا used to يسمح النظر بعد الفراغ. شو في بعد الفراغ go. go verb 1. used to ولا بي used to. used to. are used to غلط. used to غلط. انها يبدا هدي didn't. used to هايها صحيحة. weren't used to غلط. سعيت هاي. في اندي go فاذاك مباشرة باختار used to. تفقنا يا حلوين. شاء الله تكون امور واضحة وسهلة وجميل. شوف بالله كم جملة ضايل بس. هاي ان جمل used to حلو لطيفات. سؤال رقم 17. joining a gym can be very tiring at first if you فراغ doing. استاذ محمد فيه بالخيارات فقط used to. اذا فيه فقط في used to يسمح الهالي هاي النظر بعد الفراغ. شوف في بعد الفراغ ing used to ولا بي used to بي used to. اليوش بتوخد are used to غلط. where used to غلط. is used to غلط. من الاجابة الصحيحة. aren't used to doing. match extra exercise. وصلت يا جماعة. في ذلك يعني امور بسيطة يعني لطيفة. يعني هدوء 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 بتجيب الدكية. والله قاعدت اليوستو هاي هدية وثابتة في الامتحان. لازم يجي عليها من فرعين لثلاث. من فرعين لثلاث. when my son was a student. هاي في عندي يا أستاذ محمد معطيني. used to مع فعل. قلنا إذا يجي used to مع فعل يمنع النظر لبعد الفراغ. من المعيار زمن الجملة. في عندي when my son was a student. لما ميسون كان الطالب. وين إيش يصار في الماضي. فهي used to مع فعل مجرد used to work. سيدنا لما يجي used to مع فعل. يمنع النظر لبعد الفراغ. من الإجابة بتكون حسب زمن الجملة. most jordanians. جملة مكررة. وهي جملة رقم واحد. هاي طبعا جملة كتاب ايجت بالالفين وستاش شتوي. ورجع جابها بالالفين واثنين وعشرين صيفي معدين. طلع. more jordanians the hot weather. شو عندي هون ذا. الذا بتدل على الاسم. وفقط في الخيارات used to. بقدر اعتمدها. الاسم used to ولا be used to. be used to. are used to. لأنه jordanians جمع. حلو أنك تكون فاهم شو قاعد تشتغل. وشو قاعد بتسوي. وتكون الأمور واضحة بطريقة صحيحة إن شاء الله. سؤال عشرين. their فراغ be so much pollution. but these days it is a global problem. استاذ محمد فقط عندنا used to. ساعتها بصباح لانظر بعدي الفراغ. شو في عندنا بي. بي فعل ايش ما له مجرد خالي من أي إضافة. إذا كان الفعل مجرد used to ولا be used to. used to. didn't used to صحيحة. was used to غلط. wasn't used to غلط. or don't used to غلط. ساعتها الإجابة الصحيحة. didn't used to. تمام. هنا توقع واضح. جملة واحد وعشرين اللي هي. حتى تكررت هاي لجيل الفين وخمسة حرفيا الجملة. يعني بيقول لك بالأخير لش مهمة تحل وزاري. هيك تغير جو. my grandfather retired a month ago. he isn't. شو فيه قبل الفراغ. isn't. طب أستاذ محمد إذا أعطاك isn't قبل الفراغ. used to ولا be used to. be used to. ممتاز. يعني وراء ال isn't بدي يجي used to ing. تعال نشوف الخيارات. used to have غلط. used to having غلط. used to having صحيحة. isn't used to. وشو حطينا على الفعل ing. used to have غلط. يعني هو ما أعطيك نصف الهال فوق. اللي isn't used to ولا be used to. خلص. used to having مباشر. آي لايك كارتن فيلمس. أستاذ محمد فقط في الخيارات. في used to مباشر بصحيحة تطلع بعد الفراغ. شو عنا لايك. لايك كارتن فيلمس. وجه أول ولا ثاني. أول يعني used to. I'm used to غلط. used to لحالها غلط. used to. I'm not used to غلط. يعني الأمور واضحة. عندما كنت صغيرا. هدي عصابات كل الأمور. وتكون إن شاء الله جميلة. ولطيفة. وواضحة. وتبديع. وتتألخ كمان إن شاء الله. جملة رقم 23. we need a warm clothes when we went to London. we went to the cold weather. طبعا هاي الجملة الوحيدة اللي أخذناها في الكتاب. وحكنا على used to. ولكن في where وال was. في إنه هنا ذا. بتدل على إنه هاي اسم. used to لب used to. ب used to. ولكن الجملة تكونت من شقين. وأحد الشقين كان needed. وأحد الشقين كان عنا went. وحكينا. إذا إجا بعد الفراغ. اسم. أو ضمير. وكان الشق الآخر في الجملة ماضي. بدل ما استعمل. is. am. or. مع used to. شو راح استعمل. yeah was. yeah were. مع used to. عشان تكون عارف ومطمن. فذلك إذا إجا بعد الفراغ. اسم أو ضمير. راح تكون ب used to. بس كانت الجملة شقين. واحد الشقين ماضي بنحلها على was aware مع used to used to هاي غلط are used to غلط is used to غلط من الاجابة الصحيحة weren't used to the cold weather تمام يا جماعة انا اتوقع ان شاء الله الامور واضح جملة 24 اجت لجيل 2005 هايها طلع بالله عليك جملة 21 my grandfather retired the month ago mister yusuf retired the month ago بدل my grandfather حط mister yusuf شو اللي تغير في الجملة فهمني فهمني جملة كتاب جملة وزاري مكررة بالله عليك شو الاشي الصعب يجيك في الامتحان اربع علامات بخدرنش نص دقيقة he isn't شو في قبل الفراغ isn't هايها شو بدي يكون ناقص عندي used to مع فعل i and g used to having هاي غلط هاي غلط هاي غلط خلط يعني اتوقع واضح من هيك ما فيه طيب my family and i جملة مكررة وين مكررة تعال افرجيك وين تكررت يا حبيبي هايها my family and i جملة 16 مكررة حرفيا my family and i فراغ go go verb dash one ماسموه لها تطلع بعد الفراغ لانه فقط في عنا used to اذا verb one فهي used to مباشرة يعني كل الامور بسيطة وهذه بس اعرف شو اللي قاعد تتصرف فيه جملة رقم 26 اجت لصيفي مؤايدين 2023 هم الدورة اللي هم اللي بيكونوا يعني طلاب اللي قبل الالفين اللي هم اللي بيكونوا من فصل اول فصل الثاني please slow down i فراغ walking so far عنا يا أستاذ محمد used to فقط فذلك بمعنوا used to بس بطلع بعد الفراغ شو فيه بعد الفراغ ing used to ولا بي used to بي used to الخيار c غلط والخيار d غلط طيب شو صفه عندي i am used to و i am not used to تنين بوضبطوا تعال نقرأ بيقول له please slow down هدي مشيك هدي حركتك وقف بطئ i فراغ walking so fast اللي متعود يمشي بسرعة بيقول له بطئ حركتك لا أنا مش متعود أمشي بسرعة لك الإجابة i am not used to walking so far تمام يعني كل الجمل كل الأسئلة أتوقع أمورها واضحة ولطيفة وما في إشي إن شاء الله يخوف ولا أنه يقلقاك وإن شاء الله الأمور تكون زي ما بدك وزي قادم انتفقنا كل الإجابات طبعا موجودة هون هلأ جملة ريرايت حتى جملة لطيفة يعني وحدة الثانية وحدة لطيفة جد ما فيها إشي تعال نهل جملة ريرايت إن شاء الله الآن نشوفهم مع بعض ونفرجيك إياهم وبعديها إن شاء الله ننتقل لما تبقى نيجي على جملة رقم واحد حكينا هذه جملة تبدأ بكلمة مباشرة القاعدة منزل جاهز شو ناقص عندي use وشو بنضيف على الفعل عزيز الطالب من الفعل وراء كلمة send شو بتصير sending وكمل الجملة ايميل كل شي قبل كلمة شو بتصير فيه يحدى شفتوها يا حبايبي انتفقنا done 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 إن شاء الله it is not normal جاب normal بس بدل ما يجيب normal شو جاب معاها نت النت عايش بتدول عنا فيه بدل ما استعمل is, am, are راح استعمل يا isn't يا am not يا aren't American people جمع شو بتاخد aren't used to وبنلاقي الفعل بعد كلمة to من الفعل eat شو بتصير eating steak for lunch and dinner every day it is too expensive فكمل الجملة جمل جمل وزار راح ازول مش من عند محمد مش عال question number three it isn't normal normal بس شو فيه بالجملة not يعني be used to بس فيه نفي my grandfather كم جد واحد is or am or is is used to استاذ محمد ولا الفعل بتلاقيه بعد two من الفعل have have شو بتصير having لا تنسى تحدى عند إضافة ال-ing خلصتوا هذا أيام ما كان السؤال في rewrite ال-rewrite كله تحول لضع دائرة نفس المبدأ بيختلفش it is normal for my younger brother to use his electronic dictionary my younger brother هيها نازلة it is normal use to or be used to be used to ساذ محمد brother مفرد شو بتواخد is use use شو بتصير using his electronic dictionary شو رأيك يعني والله العظيم إشي لطيف وخفيف وحنا دائما كنا نحكي الثقة للأكبر في المادة هو الوحدة الأولى الوحدة الأولى سفي طلابك بحضر الوحدة الثانية يقول لك طبعا كنت أنسين من المعلمين كنت متبع ما كنتش مقرر أخذ مركز ما كنتش مقرر أخذ بطاقة وحس الأمور ضائعة إحنا اليوم في وتد وهذا مش إعلان والله العظيم هذا إشي نعم مش بحاجة أحكي عن الإعلان طلابي يعني يعني هم نحكي من بعض عن جد في طلاب تايهين ماكلين هوط أبلش فصل الثاني فصل أول يفتح لك فري مباشرة وطلب مع البكيج اللي رح ينزل 0789808030 أطلب البكيج رح يوصلك لعندك مستأجر على البطاقة يقولهم أنا مستأجر عليها بعتولي البطاقة هسا بديها مع مادة الفصل أول لأن نحن بكيجات نهاية الشهر رح تنزل إن شاء الله رح يكون فيها إن شاء الله هدية وإشي ذكرى لطيف وبسيط وإشي يساعدك حتى كيف تشتغل على تخطيطك للتوجيه بالفصل الثاني فلذلك والله إنه الوقت يمر والوقت يمر بسرعة كبيرة السؤال المهم أنا شو أنجزت وشو الإشي اللي راضي عنه والمش راضي عنه هاي الأشياء لازم تحطها أمام نصب عينيك وأنت تذكر سؤال تذكروا تشايل طفل تشيلدرن جمع شو بتاخد are used to ونروح الفعل eat شو بتصير eating fresh vegetables بس خلص وقل لك جوم الوزارة فيش فيها أدلة وفيش فيها مفاتيح ولدون وين جبتن من دار خالتي يعني ما ذول كلهم فرغناه انت فريق صح بتطلع عين والناس بليج بتسريقهم على البارد المستريح بس الحمد لله يعني إن شاء الله عمل خلص لوجه الله عز وجل يارب it is normal هاي مباشرة قاعدة be used to استاذ محمد معطيني I am شو نقص علي حط used to وباجع هاف شو بتصير having traffic jam on my way to walk سؤال 7 لما صاري السؤال ضع دائرة في أيام الكورونا جيل 2002 it is normal for me now to work from home يا استاذ محمد the sentence which has a similar meaning to the one above us الجمل المكافئ في المعنى أول ما شفت it is normal be used to ساذ محمد من الفاعل I شو بتاخد am used to work شو بنضيف عليها ing أول واحدة غلط لأنه حط I used to working I am used to working هاي صحيحة طب ليش بي غلط I used to work غلط هاي في الماضي I am not used to working وأنا ما في عندي نات عشان أختارنا فذلك غلط الإجابة الصحيحة سي ضع دائرة نعمة اعرف استثمرها في سبيلك في مكانك مش روح تضيع الدنيا في طريقك معاها ing بيحكي لك which sentence has a similar meaning to the one above is it had been normal غلط احنا ايش دايما be used to مع ing it is normal it was normal غلط it is normal صحيحة طب ليش دي غلط لأنها it isn't طب أنا هل يوجد عندي نفلة إذلك it is normal شو بديخليها be used to مع ing جابها معكوسة شو اللي شي العظيم قال بيجيك طالب والله الصلاة الصعبة والله انه انت مخك مهم جمع اشي يعني واحد قل لك 3 ضرب 4 يساوي 5 4 ضرب بنطلع السؤال الاحبل 3 ضرب 4 يساوي 12 حكينا 4 ضرب 3 تساوي 12 عكسناها فقط صور رقم 9 it is normal for most of jordanian people to cook man stuff in the wedding party أستاذ محمد most of jordanian people أول ما شفت it is normal يعني be used to أستاذ محمد jordanian people جمع شو بتاخد are used to cook شو بتصير cooking used to cooking غلط are used to cook غلط لأنه هنحط لفعل مجرد are used to cooking صحيح are used to cook غلط على سبال هيك باشتغل هيك بمشي أموري يعني هسا جملة اجت في تكميل معيدين 2021 هذا امتحان 2002 المعيدين اللي جابو كان عليهم الليلة عشان الرفع المعدل وامتحان ما كانش سهل ونماطه مختلفة قال مرة فيه بينك بعتيت لانستجرام طب أنا هذا السؤال كيف يحل وهذا بده معاني ياش اللي بده معاني هجو هو انت صاحية انت قرأت الجملة ايه والله لو انك مرة عن المادة 3-4 كلماتها موجودة وكذا انت طالب واصل توجيه بعرف معاني هاي الكلمات عن جد مصيبة I had difficulty طب كلمة difficulties اخذناها بصفحة 29 في اسئلة الفقرات اذا انت مش حفظيتهم انا شو اعمل difficulty صعوبة in driving cars cars سيارات driving قيادة انا كان عندي صعوبة في قيادة السيارات in the past في الماضي but now الان I can drive انا بقدر اسوق كويس بقدر اسوق كويس يعني الان الزلمة بسوق ولا ما بسوق اه بسوق يعني في المضارع تعال نشوف الخيارات I am used to driving cars will now هاي بي used to شو مضيف على الفعل ing نعم الزلمة بسوق سيارات في الوقت الحالي فهي ايه تعال نشوف بي I used to drive كنت اسوق سيارات في الماضي لا هو قاعد بقولك كان عندي صعوبة فذاك غلط C I am used to drive ليش غلط هاي قواعديا بتصبطش لانو بي used to معها فعل على اسبالي وليش هاي غلط I used to driving غلط لانو ما بيجي ورا used to ing سعيد تصفت خيارات يا ايه يا بي طب اقرأ الجملة مشان الله يقرأ الجملة يعني في طلاب تستفزك بصراحة في بعض الاحيان صار رقم 11 it is normal على قاعدة بي used to خلص my children جمع are used to مع ing مع sharing my children used to share غلط my children are used to share غلط my children used to sharing غلط my children are used to ing طلع شو ضايل نحللكو اكثر مهي كم تحنات بننزل اسئلة وزارة بنحل اوراق عمل بيضال انو الطالب ينوي نية كويسة انو يدرس ويتعب بس it is normal for most doctors now to treat patients in their clinics استاذ محمد most doctors جمع it is normal are used to صح used to هاي غلط are used to treating هي الصحيحة used to treat غلط وare used to treat لحالها غلط اسئلة مكررة بدي جيب لك اسئلة من الهند من الفضاء برأيك ما هي الاسئلة نفسها صيفي 2023 جي ل2005 it is normal هاي هاي استاذ محمد بي used to my students are used to participating هاي participate غلط لانو my students used to participating غلط my students used to are used to participating هاي هاي هدي بس بتاعش اختراح ذره والله العظيم في طلاب بيخلوه بتتفاجأ الأمور والله العظيم أسهل من ما انت متصور وأسهل من ما انت متوفق تمام حبايبي ربي يبارك في الجهود ربي يبارك في الهمم عنهينا قواعد الوحدة الثانية لانا ان شاء الله نشوف الاشياء البسيطة الثانية في الوحدة طلاب طالباتي يعطيك العافلة ان شاء الله بنا نستكمل معنا طبع الفقرات اذا بتلاحظ معي يعني اشي جدا واضح وبسيط ويعني الأمور سهلة بصراحة يعني الفقرات بحب دايما نخليهم من باب التدريب من باب انه قات يجي تتدرب تشوف طبع الإجابات مفرفقة تمام يعني بصراح اذا بدي اجاوب بس فقرة واحدة مراجعة رسل الطلاب يعني اخذناها في القطاع اذا بتتذكروا بالدقرة بتستهيل اسئلة complimentary medicine يعني هاي اجت بال2017 شتوي ومن يومها ما رجعت اجت لعله وعز انها تكون من نصيبك ومش صعب الفقرة اذا كنت دريسها مع استاذ محمد مش عان شاء الله رح تكون مبسوط امورك تمام طبعا باول فقرة اذا بتتذكروا بس خليني اذكرك تذكير بسيط بالفقرة في انه كان بالبداية اللي هو حكي عن ان الدكاترا كانوا سكبتيكا المتشككين من فعالية اشكال الطب التكميلي وهما شكلان هوميوباثي المعالج بالعجاب اكيوبنكتر الوخز بالابر واشكال اخرى والفقرة تركز على الطب التكميلي وليس الطب التقليدي اذا المرضى يحبوا يأخذوا هذا النوع من العلاج فيه له اسمين complimentary و nonconventional اللي هو العلاج التكميلي والعلاج غير التقليدي هو نفس الطب كان يروفوا على معالج خاص هذا المعالج لا يحمل medical degree ويومها شبهناه ونشرح بابو عصام في باب الحارة اذا بتتذكره ومن ثم تغير فكرة ومبدأ هذا العلاج over time these days العديد من الأطباء يدرس طب تكميلي بجانب الطب الحديث وصار معهم شهادات أيضا medical degree شهادات طبية ومن ثم راح فحتى شطب فقرة اللي هي أي فقرة فخفف من الفقرة يومها خفف فقرة اللي هو النقاط شو حكوا تمام اوكي بعد يراح على الايادة اللي كانت في لندن 70% يختاروا الطب التكميلي اللي هو الهيرب الأعشاب وليس الطب التقليدي لعدة شكاوي أرق arthritis التهاب المفاصل migraine الشقيقة واختاروا الهيرب 50% حكوا من أن العلاج ساعدهم وتعليق الطبيب إنه بعتبر المعالج بالأحشاب خيار جيد لعدة أمراض زي القلق تبريشن اكتئاب واليرجوس حساسية ويوم مشاريعنا الفقرة حكينا دول الأمراض بعاني منهم طالب التوجيه حساس وقلقان ومكتئب إذا بتتذكروا ختم الفقرة حتى كمان أيضا اللي هو شطب آخر فقرة يعني هون حكى عن اللي هو موضوع استبدال الطب التكميلي بالتطعيم وهذا الإشي مستحيل وبعدها شطب آخر فقرة حتى جابها في الامتحان ولكن شو عمل فيها خفف منها مستحيل أن يستبدل التطعيم ليش لأنه لا ينتج عن تساموضات ضد أمراض الطفولة هاي الفقرة البعبة اللي بتخوف هاي إيزة بال2017 شتوي there are two pieces of evidence شو معنى evidence يا جمال حفظين صفحة 29 في دليلين كم دليل دليلين وتشو بظهروا ببينوا إنه أن فكرة ومبدأ الناس of complementary medicine hasn't changed over time تغيرت عبر الوقت write these two pieces of evidence أعطيني الدليلين حسنا شو قال لك however the perception of this type of treatment hasn't changed تغيرت over time these days ما الدليل العديد من الأطباء صار يدرسوا الطب التكميلي بجانب الطب الحديث وصار معهم أيضا شهادات طبية هذا سؤال رقم واحد لما تكون فاهم شو قاعد تشتغل كل أمورك بتكون واضحة وسهلة إن شاء الله تمام سؤال رقم اثنين certain medical conditions العديد من الحالات may possibly be treated ممكن تم معالجتها treated معالجتها من كلمة treatment بواسطة complementary medicine بواسطة الطب التكميلي write them for these medical conditions أعطيني أربع حالات الدكتور ذكر ثلاث وبالفقر رفوق وذكر ثلاث لما حكى one doctor said I now consider homeopathy to be available option for many different conditions ومعطيك كلمة مفتحية قدي العالم conditions anxiety 1 depression اكتئاب والأرجس حساسية هاي ثلاث وطالب قديش أربعة في كمان ثلاث أمراض كانوا بالعيادة insomnia الأرق هاي أربعة هاي أربعة آرثريتس خمسة ومايغرين ستة أي أربع أمراض كان لصحيحات وإذا ما خانتني الذاكرة اليوم هكتب ثلاث أمراض أعطوه العلامة كاملة تمام تمام سؤال رقم ثلاثة what does the underlined where it refer to على من تعود كلمة it الضمير it بعود على مفرد غير عاقل complementary medicine cannot be used for all medical treatments مستهيلة علش كل الحالات الطبية it can be used for all medical treatments مستهيل إن يستبدل من الذي مستهيل إن يستبدل complementary medicine وعلمناك عشان تأكد نحلي صح شو بعمل بشيل ال it وبحط مكان هالكلمة مباشر سؤال رقم أربعة called the sentence اقتبس الجملة التي تدل إنه large number of doctors عدد كبير من الأطباء كبير didn't used to be easily ما كانوا باعتقدوا بشكل سهل convinced إنهم مقتنعين of the effectiveness بفعالية complementary medicine and it's for وأشكاله في طالبك يقول طبعا ما عرفت كلمة convinced طب أستاذ محمد ما عرفتهاش عدد كبير من الأطباء ما عرفوا عن الطب التكميلي والأشكال طب الوحيد اللي حكى عن عدد كبير من الأطباء هي أوج والجملة شاني most doctors غالبية الأطباء used to be skeptical وإنت المفروض لما تدرس الفقرة تكون عارف شاني skeptical متشكك يعني الأغلب كان متشككين من أشكال الطب التكميلي من النقطة إلى النقطة يعطيك الف عافية خلصنا سؤال رقم أربعة لما تكون عارف شو قاعد تشتغل في شي شي بخوف إن شاء الله سؤال خمسة find aware جد كلمة بالنص giving drugs to protect against illnesses اللي هي معناها immunization التطعيم كلمة اللي بقولك استخراج الكلمة بجيبوه من الفضاء من المريخ هاي أعطاك المعنى الطويل وإنت بتعرف أنه protect مربوطة بكلمة immunization تمام ستة وسبع لهم أسئلة الطب التكميلي تمام ويعني أتوقع أنه أمورهم بسيطات وسهلات وإحنا اليوم بحفظ لله عز وجل شغالين بمبادرة أسئلة critical thinking بتمنع أنكم تحلوهم وتدير رباكم عليهم وإن شاء الله ربنا ما بضيئ لا تعبنا ولا تعبكم فقرة هارك لحالة فقرة تعفها جدا بصراحة إيجت لجيل 2001 بعدها رجع جاب الظروف صحية في الأردن للمعيدين عمورها ما إيجت للنظاميين فقرة خفيفة وأسئلتها خفيفة ورجع كمان جاب حرق لحالك ورجع جاب كمان اللي هي ضرور اللي هي هل الناس عداء أكثر صحة هايها كمان مرة إيجت في 2023 تكميل لجيل 2003 ورجع جاب health conditions للدورة الصفية المعيدين تمام حبايبي أوكي فينا سؤال لأسئلة إملاء الفراغ أوكي كم جملة على إملاء الفراغ فينا هنا رح نبلش لأول ست جملة لإملاء الفراغ وبعدها رح يصير لنا اللي هو موضوع اللي هو أسئلة إضع دائرة حتى أسئلة إضع دائرة مش كثير يعني على الوحدة الثانية إذا تلاحظ معي مش هالعدد الكبير بس مش غلط منحلهم مع بعض شو بقدر أخدمك أنا ولا إشي optimistically اللي هو بشكل متفائل وهي انتهت بالY ظرف migraine شقيقة calculations حسابات هاي وحدة أولى إذا بتتذكر تمام arthritis التهاب المفاصل sanitation صرف صحي وردها انددلي الجرم المشهود تدول على الجرم المشهود صفوان هاي بحك صفوان التهاب المفاصل صفوان كان يحكي عن إنجازه هل حكي عن has spoken hairpin remedy تداوي عشاب لا هل كان يتحدث بشكل متفائل نعم أكيد optimistically وصندي فعل مساعد وفعل رئيس أكيد شو بدو يجو وراهم حال تمام باقي الخيارات غلط فذلك optimistically راحت many people believe that العديد من الناس بإمنوا helps them to be cured from coming complaints such as insomnia بإيش بإمنوا أكيد بالhairpin remedy وإنسومنيا شو معناها حكينا الأرق من داخل الطب التكميلي في لذلك مباشرة هي hairpin remedy التداوي بالأعشاب if you have هاي جبلة كتاب أخذناها مع بعض the best thing to do is to take some medicine خذ بعض الدواء وارتاح إذا كان عندك إيش اللي هو migraine شقيقة migraine شقيقة أوكي جماعة تمام تمام هاي سؤال رقم ثلاثة أربعة many communities still suffering from lack of cleaning drinking water اللي هو عندهم مش ما ينظيفه وشو بديو يكون أيضا مرتبط بالماء sanitation الصرف الصحي أكيد الصرف الصحي خمسة the police arrived هاي كمان جملة كتاب حرفيا and the if was caught مسكوا بالجرم المشهود red handed red handed ستة my grandfather هاي جملة كتاب اللي بيقول لك جملة الوزارة من وين بتيجي هايها نصها جملة كتاب in his finger شو عنده في أصابعه جدي حكينا اللي هي arthritis التهاب مفاصل لذلك مرات مكتب بشكل صعب هاي جملة الكتاب وهاي جملة الوزارة اللي بتنحلش احفظوا اشتغلوا اتعب واسمع كل كلمة بوجهها إلك معلمك وأستاذك والله العظيم ما في إيش صعب in 1965 the average Jordanians شو كان بعام 1965 كان 50 هل هو الهالف كير العناية الصحية عمرها 50 لا معدل الوفيات الموليد لا القوى العاملة ولا life expectancy متوسط العمر جدي كثير المريض في المستشفى هو يعاني من العديد من اللمز الأطراف هاي بالوحدة التالتة ailments الأمراض الخفيفة options الخيارات هاي بالفصل الثاني commitments التزامات أكيد عنده أمراض خفيفة يعني اتوقع الأمور واضحة ولطيفة أيام ما كان يجي على الكلور idioms بهذا الشكل اللي هو الاستبدال a lot of houses in the nearby village became white elephant as their owners left to live in the city what does the underlined color idiom ماذا يعني هذا التعبير white elephant اللي هي أكيد useless position ملكية عديمة الفائدة حافظ بتجاوب مش حافظ بتجاوب الصور الاثنين اللي هو the permission replace the underlined phrase with the suitable color idiom استبدالها بكلمة green light green light اللي هي الضوء الأخضر permission بيحكي لك it is normal تفيلة بتبلو في البتبلو اللي هي اشمع لها sadness or sad فلذا كبس على كان الشعور بدول عليه فهو يشساد نس تمام replace the underlined misused حكينا انتبه واحضر طلابي اقرأ السؤال شو طالب هنا misused تعبير اللون الخاطئ with the correct one بالمصطلح الصحيح شو الجملة لك the police arrived on the theft was caught the green light هل مسكوا اعطوا الضوء الأخضر لا شو مسكوا red handed شو معنى red handed بالجرم المشهود طبعا كل الإجابات موجودة تحت تمام انتبه إذا كان طالب misused معناها عطيتك ايش غلطك تستبدله بالصحيح مش الميننج اغلب الطلاب لما اجت في الامتحان كتبوا بيرميشن اخذ صفر مباشرة قراءة السؤال هي جزء كبير من العلامة replace the underlined misused color idiom استبدال مصطلح الالوان الخاطئ with the correct one بالصحيح have you heard the good news we have got a white elephant هل حصلنا على ملكية عديمة الفائدة عشان هيك احنا مبسوطين لا عايش حصلنا على الجنين لايت عضوء الاخضر سمحولنا بالبدء بالمشروع جملة كتاب حرفيا 14 replace the underlined misused color idiom استبدال مصطلح الالوان الخاطئ with the correct one to form color idiom write the answer down in your answer book اكتبه في دفتر اجابتك جملة كتاب حرفيا nobody goes to the new private sports club the building is redhanded لا is white elephant ليش نفس بتروحش عن نادي لانه white elephant ملكية عديمة الفائدة انتفقنا شاء الله نكون متفقين سؤال 15 replace the underlined misused استبدال مصطلح الالوان الخاطئ will correct one ممتاز بحكي لك نفسها مكرر هايو nobody goes to the new private sports club redhanded شو بدك تحط مكانها اللي هي بدنا نحط مكانها اللي هي white elephant i was shocked when i heard the news it came completely out of the blue شو هون سؤال ضع دائرة the underlined color idiom مصطلح الالوان التحته خط in the sentence above means معنى شو معنى out of the blue unexpected لي خلص حافظ بتجوب طب طالب مش حافظ شو بدي اسوي له بالاربع علامات تيجي هون والله هذا مش ذنبي للأسف 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 أنا بعتذر منك هذا ذنبك انت مقصر مش محمد مش عالمقصر انت مقصر ما تطلع من امتحانة 7 على الأستاذ تدرسك سواء انا او غيري ما تطلع تحكي هس بي الله ونعم الوكيل في معطناش اعطاك كل شي سؤالي المهم هل انت كنت جاهز تجهز كل شي ولا لا ان شاء الله اللي بدو يجيب 199 رح يجيبها والبدو يجيب 179 رح يجيبها والبدو يجيب 120 رح يجيبها بس بعمرك ما ترمي أخطائك على الآخرين وإحنا تعلمنا من وإحنا صغار نلاقي شماعة ونظل نطخ عليها ذلك اوعك تكون من هؤلاء الناس والله ربنا ليسألك لما تطعن بمجهود شخص تعب معك والله ربنا ليسألك ذلك بالله عليك أنصف نفسك قوم أدرس أتعب والله العظيم أن هذول بالدورات المظلم كنت أحيل الوزارة ما كنت أحيلهم بس ليش اليوم أحيلهم لأنه عن جد إذا أنت مش حافظ محمد مش عال حافظهم وزهقانهم السؤال مهم هل أنت كطالب التوجيه اليوم بتخوض التوجيه لأول مرة حافظهم ولا لا هذا سؤال مهم حط خط على شو معنى يعني هاي هذا سؤال دائرة هذا سؤال حلو يعني سؤال أنا بحبه الجملة اللي استعمل فيها مصطلح الألوان بطريقة صحيحة من هي هل الوزير أو الشخص بعرفش هاي معنى هل الوزير أعطى الوزير ملكية عدمت الفائد عشان جيبوا اللص لا في ذلك عطوهم الضوء الأخضر بالعادي والقف عطيفك إشي شو أعطيتك الضوء الأخضر هاي أصلا جملة الكتاب فيش حد باللعب بالنادي هل هو حزين أكيد غلط هو ملكية عدمت فائدة هم بلسوا مشروع جديد هل بعطوه جرم مشهود لا بعطوه الضوء الأخضر سعي تصفت عندي دي أشعر بالحزن خصوصا في فصل الأوتام الخريف هاي صحيحة قراءة السؤال جدا 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 مهمة طبعا الفراغ هون الفراغ هون شو بتنتج لهي هل هميوباثي كانت تبروديو لا تستطيع إنتاج إيش هل هي ريسك خطر في الوحدة التالت لا سكانر ماسح ضوئي لا سيمتمز لا مين هي أنتيبودز شو هي الأنتيبودز أجسام مضادة ما بتندز أجسام مضادة لتحمينا ضد أمراض الطفولة The figure show that Jordan's healthcare system is successful إنه النظام الأردنيي كان ناجح هل هو السايد افكت؟ لا هل هو Life expectancy؟ نعم مؤشرات Life expectancy متوسط العمر بدون أن النظام كان ناجح viable option غلط و ML exchange غلط يعني في خيارات مستحيل أصلا تخذها اتفقنا واحد وعشرين If something ها جملة كتاب حرفيا If something seems very strange إذا الإشي غريب شو بنسمي بهاي الحالة Alien شعني alien غريب أو فضائي صح ولا لا تمام My teacher has in her fingers لا إله إلا الله جملة مكررة كتاب في أصابع شو بدي يكون عنده اللي هو arthritis التهاب مفاصل بس بدل My grandfather خلها My teacher بفاول على الأستاذ بعرفش ليش أو مسته تمام It's normal we feel a bit blue from time to time The feeling that the underlying idiom refers to He feel a bit blue مين هو السادنس الحزن جملة 2005 بأربع علامات The government has given permission to our replanting project so we can go ahead with it and start organization things The color idiom that the underlying word can be replaced with مقدر أستبدل هاي الكلمة بأي واحدة Permission شو معنا Permission الضوء الأخضر اللي هي The Green Light أربع علامات تاخدش معك دقيق يعني أتوقع أنه أوضح من هيك بكل هاي التفاصيل ما في تمام يعني حاطلنا مقولة بدي أختم فيها الوحدة الثانية من أسئلة الوزارة سدد الله خطاكم ويعني ربنا يجمعنا في الآخرة في جنان الخلط كما جمعنا أخوة متحبين من وراء الشاشات يمكن ما ألتقينا مع بعض ولكن يعني هي الدنيا ويا رب دائما نكون أصحاب حق ويا رب دائما نكون إحنا أصحاب الإبداع وأصحاب التمييز فوالله من يخوض المعارك ومن يجاهد بنفسه وبأولاده وبكل ما أوتي هؤلاء الناس لازم يكونوا هم أصحاب الإنسپيريشن الخاص إلنا هم الملهمين وهم أصحاب الإلهام فوالله من رحم المعاناة يولد مستقبل مشرق جديد فوالله صمودهم وعزتهم وتكالب جميع الأمم عليهم ما هو إلا شيء واحد لازم يستنهض فينا إنه إحنا لازم نكون أصحاب التغيير في السنوات القادمة فوالله 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 إن هذا الدين دين الإسلام إلا ربنا ليعزه بيعزي عزيز أو بذلي ذليل عزا يعز به الله الإسلام وذلا يظل به الله بيظل به الله عداء الإسلام بإذن الله عز وجل إحنا إن شاء الله لازم نكون جزء من هذا التغيير ومن هؤلاء الناس اللي بيواكبوا وبدهم يوصلوا وإن شاء الله يارب نهضطنا بأمتنا ببلدنا بوطننا بنكون إن شاء الله من أصحاب هذا التغيير بنختم بهذه المقولة ساكسز is achieved and maintained by those who try and keep trying النجاح ينجز ويتم بهؤلاء الناس الذين يحاولون ويبقوا يحاولون حتى يصلوا إلى الغاية التي يبحثون عنها في هذا الختام وفي هذه المقولة ما رح أنسى الأسرة لما ظلهم يحفروا يحفروا بالمعلقة حتى استطاعوا إنهم يخذوا حريتهم صح بالرغم من أنهم رجعوا أسروهم ورجعوا على الأسر ولكن لما يكون فيه وراء الحق مطالب شجاع وفارس ومبدع والله لنصل إلى أحلامنا ويا رب ربنا يبارك فيكم ويوصلكم لكل الأحلام التي تبحثوا عنها دائما تذكر الموضوع يحتاج لعزيمة وإبداع وتألق حتى تصل إلى الغاية التي تبحث عنها بارك الله في الجهود بارك الله في الهمم يا أمي أتكوم ألقاء جزيلا شكرا 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 لأشترك شكرا شكرا